موسيقى السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عصلا ما عنا مدة ما عملناش فيديوهات على خاطر ما كانش عندي وقت وهنا لقينا فرصة بش الأخ أشرف يعمل مقابلة يتكلمنا على تجربته الشخصية في هذه الحياة أهلا وسهلا أشرف أهلا وسهلا أهلا بك أهلا اتنجمشي تعرفنا على نفسك يعني لحتينا فكرة شكون هو أشرف إذن أنا أهلا أنا إنسان محر وكنت مقايد قبل أهلا أنا تسكي مع تالونيزيون وعشت تجربة كبيرة في يعني في الإسلام وقت تالي كنت مسلم كنت معنا من أشد الناس حبا للإسلام ولمسلمين كنت معناها مسلم معناها بكرايتيكون صراحة بشوية بشوية ديما نقرأنا ومتالع ونعمل في كالكور الشيارش ديما بديت بشوية بشوية ديت نكتشف برشة أخطاء أخطاء علمية في القرآن وخاصة بصورة أي كاف صورة الكاف هذه فيها برشة أخطاء وحتى من أسباب أسباب نزول صورة الكاف فيها قصة كبيرة ياسر القصة تثمثل في أنه محمد أعطوه قبيل القريش سألوه قالوا له أعطينا معجزة جيبنا معجزة محمد أكي بوقت لي من نجمش يعطيهم معجزة قال لهم استنوني قمر الغدوة الغدوة سألوه نشوف لكم كيفية قبيل القريش مش هو القبيلة يهودية بش يسألوه قالوا له اليهود قالوا القريش أسألوه على ثلاثة حاجات على دول القرنين وعلى الروح وعلى أصحاب كاف محمد عاجزة عاجز قال لهم استنوني غدا غدا ما جاهمش بقى خمسة عشر يوم غاية وجاب لهم صورة كاف وصورة كاف ما عزلة ما فيهش إيجابة على السؤال وخاصة الشي اللي خلينا نخرج من الدين الإسلامي هو ثم آية في صورة كاف ما جمحات تشوفوها انتما شي يقول لك رأي الشمس ده بربوه في عين حامئة آآ هذا يبين اللي الأرض مسطحة والشمس معناها الدور حول حول الأرض ومعناها معناها ما نتصورش كان الخالق بتاع الفون هدايا آآ معناها مش عارف اللي آآ للأرض الدور على الشمس ما يعرضش إن الشمس أكبر حاجم منها من الأرض كيفاش معناها الشمس تغرب في عين والعين دي تابع توقب الأرض وباش آيات أخرى وباش حاجات أخرى معناها في سينة محمد ذاته آآ مثل آآ مثل آآ مثل آآ سما غازوت غازوت بني قريضة بني قريضة آآ معناها جريمة بشعة بشعة ياسر معناها محمد إحفارجون تخندق و حاكم عليهم بالذبح الذبح vin الريجيل كل ما يوبيلغ وصل حتى يشوف في الأشخة ماانا يشوفون إنه فيها في دكوال وإلالات أي واحد تلغ يردحوا وخال الأقفال الصغار ضد مستعبتهم والنساء ضدهم بتاع السابي اللي حاجة معنا معروفة لعند المسلمين أوكي حبينا ساعة قبل كل شيء أشرف أنت توحكيتنا على ما عندها نبذأ على الأسباب اللذي تركتك تترك الإسلام أما أحنا حبينا تعرفنا عليك أنت كشخص يعني عمرك اسمك حالتك الاجتماعية متزود كأولاد ملكش أولاد يعني هذه ما هي الأمور الشخصية المشاهد ينجم يتابع الحديث معك أوكي تفهم أنا اسمي أشرف وعمري 35 عام عازب حاليا وأشتغل في مؤسسة مؤسسة خاصة لماذا عازب حتى لتوى 35 سنة؟ ليس صغير ما ما لقيتش ليس ما لقيتش ولكن هناك بعض الأمور معناها الأمور 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 ما لقيتش ما لقيتش ما لقيتش مستعد نفسيا أو ما لقيتش مستعد مادية نفسيا ومادية وما زلت نراي روحي نحب نزيد شوية وانسيبا ما لقيتش لدينا مشكلة يعني مش مشكلة بالنسبة لك يعني مش مشكلة يعني تقعد عازب حاجة مضحية مضحية بعد أن تعرفنا عليك خلينا نعرفه طيو أنت حكيت لنا حول الأسباب اللي خلاتك خرج من الإسلام ما عطينا ساعة حياتك في الدولة كيفش تربيت في عائلة محافظة مش محافظة في عائلة في عائلة محافظة في عائلة محافظة مثني مصليين كذا شايف مثني أنا بديت علمتها كاك أنت شاءت على في دين الإسلام معناها ما كنتش نصلي من نقطة صغيرة صحيح ما متأثر بالدين الإسلامي كالدين معناها دين حق وذلك هو الدين بتاعنا و معناها كنت نعتبر روحي مسلم معناها حتى ما كنتش نصلي بعدها بقت كيف البكالوريا تاعي قرين على في السيانس ناترل قرين على التهوري دو الإبوليشن منذ وقتها بديت أنا بديت نعمل فكالكم معناها بقيت حاجة معناها حاجة معناها معناها في القرآن حسيت بعيد على العلم حسيته بعيد على العلم ما معناها 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 بقيت في الدين الإسلامي كمسلم معناها مزلت وقتها مزلت ما أعلنتش أنا مجحد وبعد فترة وليت نصلي رجاء وليت نصلي وليت بقيت المسلمين معناها كمتراء المسلمين من كل بقيت مدة طويلة حتى 2009 قصيت شوية على السيطات و ونارجع كل مرة حاجة مرة نقص مرة نرجع مرة نقص مرة نرجع حتى بديت واحدة واحدة معناها بديت نكتشفي حاجات المطالعة بتاعي خاطر أنا بش نمارس الدين يجبني نعرف بش نمارس الدين الإسلامي هكيك على خاطر بابا ومي مسلمين لا حابيت نعرف الدين بتاعي يعني بصراحة معناها ما كتفيتش بالآمم بتاع المساجد وبالآمم نقرأ 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 الأحاديث نقرأ في كتب ثم بتراحة بصراحة معناها تناقذات تناقذات معناها غير منطقية نقرأ 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 مثلا قصة الخضر مع موسى قصة الخضر مع موسى هذي كيفاش موسى مش يقرأ عند واحد هذي عنده علم الغيب وهو معنى 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 هو بيده نبيه عمى معلم الأنبياء وعنده علم الغيب مشيه له موسى يحب يتعلم منه علم الغيب منذول محبش يوفق له خضر قال له لماذا تصبر معي موسى قال له لا لا والله نصبر معك قال له باي هاي مشيه وفي سفينة باكتب له حتى تطيع مش سفنة بتاعتوه بيانسير سير خضر عمل لك عمل حطرة في السفينة معنى ان عمل فيها نقبة بايش تغرق السفينة غارق السفينة موسى تغش قدوا عليها معنى لماذا اهلاكتها الخضر قال له ما قد تطيع بايش يسكت ما تفهمنا من لول بايش تقرأ معنى تقرأ مغير ما تتكلم بايش تشوف حاجة بايش 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 يبين لك انو الإدين الإسلامي ما يعطيكش فرصة بايش تسل اتعلم و لو انو العلمة لك غارق مادي ناشو الانتوالبارانتز ماهما بايشنو ال البعث موسى الساعل قالوا بايه علاش علاش أغرقت السفينة قالوا لا لو تعرف علاش لو تم واحد يشوف أي سفينة يولي يعمل لها براكاج من كل واحد يعني عمليه بسريقا موسى و اللي كان معناها اختصت معناها بايش نعملتها كثيرة نكسرها سفينة بايش 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 موسى بايش بايش معناها تسكر حاجة بايش بايش معناها انا انا في داري مثلا نقاط بايش بايش نكسر بايش 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 وينوا هذه سخافات معناها شيء ساخير هذه مثلا قصص القرآن والآيات المعارضة للدين والذي برشة معناها ناس أعجازيين نكتبعدين يقولونها ربما أعجاز وين هو الأعجاز؟ مثلاً تما آية في الظروف الأنبياء تقول لك والسماوات والعرض كانت رفقاً ففتقناهما جاءوا جماعة لقد قلتوا للنجارة القرآن تقولوا على البيك بانك كيف يوجد البيك بانك وثماء السماوات والعرض فأنت قلت السماوات والعرض كانت رفقاً معناها السماء والعرض كانوا متسقين ففتقناهما معناها حاليناهم على معظم في ذلك ما؟ البيك بانك وقت البيك بانك لم يكن فهم حتى شيء منذ انفجار ومنذ انفجار وبعد كونة الكواكب وكونة الفضاء وكل شيء هذه هي حاجة والثاني حاجة كيف تقول لي السماوات كانت رفقاً معناها تقارن السماوات والكونة كل مع الأرض كان الارضة الكبيرة ياسر معناها كانت يعني كانت تفضل نعم لا لا تفضل تفضل كم الكلام لا جيسترما بباشا بباشا آيات مخالفة للعلم بباشا آيات مخالفة للمنطق حبا في السيرة متاع محمد الزواج ما تدوج من طفل عمرها ستة سنين عائشة عن طفل عمرها ستة سنين جي وعد نبي من عند الله قال سلك الله ورحمة للعالمين تدوج من طفل عمرها ستة سنين جيوة كل عام كل عام ما يكن غمتين كذلك يعني فيه تهمة تهمة ليهو عنده علاقات علاقات جنسية مع العثور الاتغاثة تقلبت عليها الدنيا انت عمالك انت عمالك انت جايك سمع تلك هزا معناها نبي نبي وتعمل عمالك ما هدكة معناها كيفيش معتا الله يخولك يخولك باش معناها تتزوج من الطفلة طفلة صغيرة في السن ومشي تانا زيت اه عملت اه ابحات اخرى على على المزة الدين الاوال اول ناس خرجوا من الدين اسلامي في عهد محمد اللي هما اه نسيت لها سامي مانيش حافظها اه ما راجع موجودة تقرأ تحييح البخاري ولا تحييح مسلم تلقاه ساعد ابنه بي من عشر شنوه ما حاسيله واسم كما حالك هزايا اه قبل ان يرسد عايض له محمد قال له اسمع رب جيجين الوحي وانت مونتبش تكتب لي الآية ساعات اه محمد يقول له اه اه مثلا اه معناها اه 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 غرفور الرحيم مثل محمد يقول له اكتب غرفور الرحيم هو يكتب مثلا اه 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 مثل غرفور الرحيم انا يبدل هالكلمة محمد يقول له اه 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 اخي اذا ساعد تقريب اسمه ساعد او اشنو الحالكة معك افهم اللعبة افهم اللي محمد يكذب اه او او استبدأ عن الاسلام ايه ايه او اذا ساعد اذا صاحب عثمان اه اه اخوه هو من الرضاع ومحمد كان يخاف منه عثمان مش يخاف منه وانا حاشتوا به ايه اه اه عثمان يمشي يجيب ساعد محمد على بشي يعفو عنه محمد قال ساكت قال مد ساكت وانا قالوا باي باي مثلش انا راني سامحك ومشي على روح مساعدة ايه امشي مع اخوه اخوه من الرضاع اسمه عثمان اه اه السحابة سألوا محمد قالوا له لماذا سكتت قالوا لماذا اراني سكتت خطرة هتقاع باستانا فيك ومنتوما مثل ماش ما اه شتنوا بالسيطة كيف تقصوا لوراك قالوا له هت انت عطنا عمالك اثناش جيست يا محمد وو عملنا علامة بش نفهموك هذيش اشنو يبين لك محمد محمد ما نجمش اه انا بش يقتلوا قطانه عثمان ما ينجمش ووحاشه بعثمان وقام غاز اللي عليه من داخل من داخل يحب يقتلوا هوا اخي ما نجمش اثنين حسلوا حسلوا وبعد في الاخر وقتلوا عثمان او هوا الخليفة او شنو حاجه هكا حد ساعد والي والي على مصر حسلوا يوصل الشمال الفريقية يعني الفتوحات فان ممش الفتوحات اختصاب والسرقة ووووووو ووصل لشمال الفريقية جوا معناها البعض الملوك في شنال الفريق قالوا له اسمع أخطانا وهي 300 كيلو ذهب تقريباً حاجة كما هاتك قالوا لم يسيتش تعطوني الذهب وبرا على الروح سوى انت ماشي معناها تنشر الدين انتياك ولا ماشي على الفلوس وعلى الفمبنيت بس حاجات معناها بصراحة حاجات معناها الإنسان معناها الإنسان العاقل ما يقبلهش حاجات معناها معناها مايش منطقية مايش منطقية الجملة حتى تظل بهد، أنا محابيش خليتك تتكلم فهمت حول المرتدين في عهد محمد في الحقيقة هم كثيرين منهم من عاد المسيح كثيرين، 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 أنا أعطيتك أنكاء ومنهم من يتكلم أنكاء، أنكاء تتكلم، يعني قصة خطرة قصة مهمة يسر أي مع عبدالله بن سعد بن وابي السراح يعني كاتب الوحي وأخوه عثمان هذا هو هاي، تعالواحي هاي يعني من بعد وعتى بعد العفاة عليه محمد وهو قال في المصادر الإسلامية أنه أحسن الإسلام صحيح، كثيرين، كثيرين، كثيرين بعد العفاة عليه محمد، غير أنا أحب أن أذكرك بالإسم بتاعه عبدالله بن سعد بن وابي السراح صحيح، كثيرين، كثيرين بينما غيرهم يعني كثيرين من هاجر وذهب هربا للحبشة خاصة بعد الهجرة الأولى باهم نحبوش ندخلوك في التفاصيل إحنا هنخلينا نركزو على التجربة متاعك الشخصية في ما يسمى الخروج من الإسلام كما قلت إنك تربيت في عائلة محافظة لكن ما كنتش تصلي يعني عائلتك ما كانتش تجو برجع على الصلاة ما كانتش عتينا فكرة على عائلتك أنت تحت راح نتحبن نتكلم على الجوانب الاجتماعية اللي يعيشهم الإنسان قبل أن يغادر الإسلام باي إنتي الأسباب بلي تكرتم أنا ما نيفannyش نناقش فيهم طب seguعتك نتتحد hem يعني أسباب اللي تكرتهم حول ما يسمى التناقضات الموجودة في القرآن والتناقضات الموجودة في الإسلام والتناقضات الموجودة في كتب التاريخ وغيرها أنت حب نتناقش فيها نتناقش فيها مفهما حتى مشكلة ولكن خلينا ساعة نحكيه وعاول العائلة متاعة وبالضبط يعني كيفاش عشت الطفولة متاعة وكيفاش كبرت وكيفاش العائلة متاعة تتعليك دينيا هل كان أبوك وأمك ملتزمين هل أخوك كانوا ملتزمين هل اتبعت الإسلام السياسي أم كنت مسلم يعني تقليبي أو ما يسمى مسلم بالفطرة كما يقال أعطينا فكرة على الجوانب الاجتماعية والنفسية اللي كنت تمرت بها كإنسان على خطر المصادر بها نجمو أنك شوفيها معندي حتى مشكلة المصادر والتاريخ وكل شيء نجمو أنك شوفيه أما أحنا نحب ونستفيدوا من تجربتك الشخصية فأنا 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 عشت في عائلة في بيئة مسلمة الحقيقة فما يكون يصلي فما يكون ما يصليش معناها مشكلة معناها عائلة متشدة معناها دينيا معناها وفما شوي كافس معناها كيرو معناها عادي معناها أنا وقتا وقتا صغير أنا وعادي أخويا معناها ميسوم الشرمضان معناها عادي جدا معناها ممتع ممتع وممتع وممتع معناها معناها كبر مني معناها عادي معناها ممتع عادي معناها مثلا ما هيش شكل ضغط أو أعملك حاجة بسيط عليك أو يتبت نمشي للجامعة بسيط عليك لا 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 معناها معناها نوعا متاع متاع وممتع معناها نجم تختار نجم معناها البيئة خاولتني بش معناها بش معناها بش معناها انا انا كانت في عائل محافظة ومشتر كنت بش نخرج متين كما فعلت أو حتى نناقش الدين أو عندي بس نعرف الناس صحابي حتى باللقاء معناها متجدين انا معناها معناها عائلاتهم متجدين يسر ستجل بشكل نخد بشك أولاد من أصدق معناها معناها عشت في عائل ما معنىها معتدلا معتدلا معنىها معناها تماما معتدلا معنا لبيرتيد وشواء حرر وصيح حرر احبت الصليم احبت الصلي احبت الصوم احبت الصوم انت حرر احبت ذلك يعني عائلة كما العائلات التونسية تقريبا في عهد بورقيبة حقيقة نظام بورقيبة نظام بورقيبة احبت احبت انت مقتلت الباك وانت تخلتك الشرك في الإسلام نظام بورقيبة احبت العلم والذي يتابع وانت تابع العلم وانت تبدأ احبت بورقيبة اعمالة الاخترنشن احبت تابع التنسية تابع التنسية تابع التنسية لا احبت لا احبت لا تريد ان احبت لا احبت لا احبت لا احبت لماذا يصل لماذا يتوضع لا احبت معنى يصلي هكاكة معنى حتى كنت متشادين انتوا في السلافيين ولا داعش ولا ما يعرفوش يتطبق وكهو يتطبق بالأروابه أعملاني دونك نعملاني ما عدو مش الإسلام إسلام ليس إسلام استسلام كلمة إسلام اي إسلام جيستمون لا يعني الإسلام لا يعني سلام كما يدعي بعض كلمة إسلام تتخرج من مصدر في اللغة العربية في اللغة هو الاستسلام لا سوميسيون الاستسلام لا سوميسيون أنا جيسوي سومي سومي يعني أنت مستسلم قالت الأعراب وآمننا قل لم تؤمنوا بل قولوا أسلمنا أسلمنا أي استسلمنا للشريعة متى محمد وما جاءكم به محمد فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه يعني واضح الإسلام في المثلة هدية يعني الإسلام لا يطلب منك أن تفكر فإنما أن تفكر لهذا الإسلام لا يعتمد على لا يعتمد على معنى الحديث وإنما يعتمد على مصدر الحديث هل هو صحيح أم لا ولهذا الإسلام يقول لا تبحث فيما قيل وإنما تبحث فيما قال الحديث عندما نتأكد أن هذا الحديث قاله ثقائم عن تناسي قاد وأنه صادر عن محمد وإن كان خزع بلاد يجب أن تؤمن به وتستسلم له وتقبله كحقيقة مطلقة لأنه صادر عن محمد إذن صادر عن الله إذن هو حقيقة مطلقة إذن أشرف حكينا كيفاش مثلاً بدأت الشكل بتاعك الحقيقي الذي أدى إلى خروجك من الإسلام يعني منذ كم سنة تقريباً بعد الثورة أو قبل الثورة بدأت يعني تفكر وما هي كما معنتها نقول ما هي الأشياء المهمة التي أثارت انتباهك وشكو نشارك في خروجك من الإسلام هل الأنترنت أم الأصدقاء المقربين فضل بديت نشك منذ مدة ومدة هذيك وقتها ما زلت نصلي فيها ما زلت نمارس بالدين بتاعي ومزي وقتها يجيني ديما شك ديما نسمع حاجات مايش مايش لوجيك بشوي بشوي هكا منذ سنة تقريباً حبيت نعمل بحث وحدي بشي تنقرأ في الأحاديث نقرأ في الكتب نحلل وحدي في الآيات نحلل مش معناها كيف التحليل معناها التحليل معناها صحيح معناها بالإسطناد إلى الأحاديث إلى أسباب النزول وكل شيء تفسير متاع الطبري متاع المسلمين معناها الكبار الكبار المسلمين بدا الشك بدا وقتها قريت صوت الكاف وقتها أنا بصراعة قبل ما قريتاش ما عديش عليها فكرة حاطة ما كنتش نقرأ بلش القرآن بدا لي الشك في صوت الكاف كما قلت لك ده ما آية في صوت الكاف تحكي على ذو القرنين القسم بتاعه كيفاش دار العالم الكل معناها من الشرق إلى الغرب لذلك هي السفران تاعه بدأ من الشرق إلى الغرب معناها بش يسافر إلى غروب إلى غروب الشمس إلى مكان تغرب فيه الشمس وإلى شرق الأرض أيضا من بعد ذلك من اللول كان ماشي إلى مغرب الشمس معناها شوف أنت مسافر معناها شوف قديش من النهار وقديش من الجمعة ومشافش الشمس تغرب حاجة لولا مش شنو يباين يباين الأرض مسطحة لهنا نزيد نكمله شوي حتى لو صل بعد التعب ذا كله بعد السنوات متاع السفر وصل إلى مغرب الشمس إلى المغرب إلى المغرب فوجد الشمس تغربه في عين كما زغلون النجاري كذبوا يقلبوا في الآية يقول لك لا لا روا ذكري راية راية العين لا في الآية فوجدها تغرب في عين الحامية وجدها معناها 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 حاجة حسية حاجة فيزيك معناها معناها وجدها تغربوا في عين معناها ما فيش كلام معناها بش تناقشوا ما تنجمش تناقشوا وحتى في الأحاديث متاع الأحاديث النبوية سألوا محمد قالوا له الشمس وين تمشي مثني قالوا لهم راهي تغرب في عين مثني فيها طين ولا منعرش شنية حاجة كما هكا ثم ترجد إلى ربها معناها طابة لوت أخلاص معناها في الفان بتاع الأرض إلى أن طابة لوت أخلاص إلى تحت العرش فترجد إلى ربي تبقى الساجدة وتطلب منه بيش تطلع وربي يقول لها لا ما تطلعش إلى أن يؤذن لها بيش تخرج وتم عارف تطلع من عارف مم مثني ولهنا تم حكاية تيتها ونحن نعرف تم جانبنا الأرض في نهار وجانب لا يخرج فيه حسب تعبير محمد في الليل أثناء الليل الشمس تبقى ساجد إلى ربي إلى أن يؤذن لها تطلع وتشرق بينما احنا أنا عندي ليل بينما ما نعرف معناها في أستراليا معناها الشمس ساجد في تونس وفي أستراليا وفي أستراليا هيش ساجد مالك الشمس أخرى ذي؟ هذا ما نعرف فما الشمس واحدة نعرف ممتاز مم إذا الأعجازيين كما زغلوا النجار يحاولوا بشيبتلوا بطريقة عاصفية زادة بشيبتلوا منطقة منطقة الآية بينما أنا أقول لهم لا لأن الآية واضحة وسريحة والتفسير التبري سريح وواضح اللي يحب يمشي يثبت من الآية يمشي يقرأ يقرأ الصحيحين ويقرأ أحاديث النبي ويقرأ الآية ويقرأ الآية ويشوفها شنوها يقراها الآية شنوه شنوه تقول أنا مليش حافظها بجداء ما نسيت على خاطر فتبع سببا إلى أن بلغ مغرب الشمس إلى أن بلغ مغرب الشمس معناها يمشي يمشي مسافر قداش من عام إلى أن بلغ مغرب الشمس معناها فتل فتل عوامي كل بتاع الصفر ما شفهش تغرب الشمس دون تبقى عوامي الشمس معناها النهار ما شفهش تبين لك يبين لك الأرض ما هيش مسطحة معناها ما أنا حسب حسب القرآن ثم أوجدها تغرب وفي عين زبا معناها يديت الكذب وفوقها كذب معناها خطأ وفيه خطأ آخر معناها معناها خطأ عاد وكا كسيونتفيك نفهم حاجات بالسيونس نفهم نفهم معناها بالكسبيريونس نفهم بالمنطق حاجة متماشية مع العلم نمشي معك حاجة ما هيش متماشية مع العلم سمحنا كيفية نكذب العلم العلم حاجة ما أنا فيه حاجة ظاهرة نشوفوها وراحنا نحسوها كذلك هذه آية من الآيات اللي جابتلي الشك في الدين الإسلامي وفي القرآن وبعد تنقر على سيرة المحمدية كيفاش تزوج من طفلة عمرها ستة سنوات كذلك معناها تصور نتصور 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 احيانا أنا مثل ميتة نوالي عمرت الخمسية سنوات نزلت على ميتة نمشي هكا نخطط لعمرها ستة 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 بعد ما شفت الأخطاء العلمية في القرآن توجهت إلى دراسة السيرة المحمدية سيرة محمد كيفاش أفعاله وش كان يعمل وش كان ما يعملش تفجأت لما تزوج من طفلة عمرها ستة سنوات حاجة دولة تفجأت لما تزوج بزوجة ابنه بالتبني وأكبر حاجة بصراحة حاجة بشعة ياسر منظر بشعة جدا هي غزوة بني قريبة وقتلني النبي أمر بذبحهم بذبح قبيلة قبيلة يهودية فيها مئات مئات من الرجال ذبح الرجال كل ما هو بالغ يزموا يتزبحوا قصلهم روسه بكل وتزوج من هو والصحابة متاعهم تزوجوا من النساء السابق يتسمى والأطفال رغم استعبدوهم ولو عديد عندهم معناها بصراحة أنا بصراحة ما نتصورش كان فما نبيب بعثوا إله خالق الكون يبعثوا ليش يعمل أعمال كما هكا بل كش لا تفقوها علي لا تفقوها هنا نمشو نمشو للأحاديث للأحاديث النبوية حتى ملا السحيح البخاري قريتا فيه السحيح البخاري موجودة موجودة فيه السحيح البخاري أكثر منك أكثر منك ما نعرف الشعاد كان أنا غالط ليش شعال حوني إذن التناقضات اللي موجودة في القرآن وفي الحديث هي اللي خلاتك تخرج عن الإسلام هل فكرت أنت تتبع دين الآخر غير الإسلام؟ فكرتش تشوف المسيحية تشوف ديانات أخرى شرقية والله شوف يراي حابيت نشوف يراي حابيت نشوف عنها الديانات لكلها كيف كيف الديانات لكلها خارجة من منبع واحد وكلها من صنع الإنسان الإنسان في العادة القديمة لم يكن يفهم العلم لم يكن يفهم حتى شيء اختراع نوع من من الـ اختراع الآية الهياري بش يجيب له تجيب له معناها الطمأنينة الإحساس بالطمأنينة إذنين كم معناها يقوله؟ كذب على رعه معناها يصدق بعد الكذب عن طيب إذنين الديانات لكلها كيف كيف معناها منراش فرق مبينات مبينة المسيحية والإسلام ولا أي ديانة أخرى لكلها لديانات معناها مصنوعة معناها منصنع البشر كلها لقد رأينا وعندي أنا مثل تجربة تجربة شخصية خلتني لقد رأيت أنه ما نسميش إله ما هو التجربة هذه؟ هي الدعاء الدعاء أنا عندي إشكالية إشكالية سر بيني وبين روحي إشكالية معينة توجهت إلى الله توجهت إلهي بالدعاء نهار وليل وانا نتعي ونطلب فلم أجد أي جواب فم مش حتى جواب فم مش حتى استجابة إشنوه؟ إشنوه ذا يبيندك أخي باش لي إلهي إلهي متاعنا ما عالش ليه ليه معناها تجربة بضرد ولا إلهي بكواقع بأخرى ولا مفهمتش أنا لذلك مثلا ما يجب استجابة لدعاء معناها أنا تو نبقى بيها نشوفها عبيت يمشي تصلي وتطلب واشنوه ودعاء مفهم شيء متحققش لهم دعاء حتى دعاء كأنما كالعام كل من كنت نصلي كل نهار جمعة اللهم دمر إسرائيل اللهم دمر الكفار ما يريدش حتى معنا دمر عند الكفار ولا عند إسرائيل في العاكس زيله هدايا الملقص حديث انتعي مبه إذن إذن ما شفت حتى دين آخر أو معتقد آخر يمكن يناسب نفسيتك تعتبر كل الأديان هي من صنع البشر ولكن ولكن هل عندك اقتناع إن الرب غير موجود أنت قلت الدعاء الدعاء ما هو شو دليل يعني بل كش هذا الرب نجمه يقوله جعلك مخ و جعلك بش تتصرف واحدك وهو ما هوش بش يدخل بيك يعني يعطك حرية مطلقة كما يقال مع أنت عند الربوبيين يقول لك الله خلق الكون وجعل لك كل الوسائل اللي كي تعمل على نفسك فهو لا يهتم بك أصلاً أي كلامك معقول معقول نوعاً ما ليس 100% على خاطر كذلك معناه التي تطلب وتبت أنت محتاج محتاج للحاجة لك وهي لا تحل لك بس شئ و أوبستاكل بشي بعد عليك أوبستاكل بشي بعد عليك أن أوبستاكل حاجم تم حاجم قدامك بشي بعد عليك انت تلابت الشيئ ذاك هو مستجيبش ليك لا هو ميستجيبش ليك خطر هو عامل قانون يقولك عمل على نفسك كما قال لذو القرنين إنا مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا ذاك الخطر مكن له مكن له في كل شيء سببا فاتبع سببا فأنت هنا الله يعني إعطاك الأسباب انت مثلا ما تجيش تقول نحب فلوس وانت ماكش تخدم لازمك تخدم لا لا مش هكا لا لا مش هدايا مش هدايا طلبت حاجة أنا عاجز مش نخدمها معاناها حاجة هي حاجة مثلا شخصية ياسر أما ما طلبت حاجة معاناها ما نجمي حلها حتى حتى لا أخو لا صاحب لا لا إعنب ذاتي معاناها حاجة مثلا مثلا مروحانية حاجة تحب التماع حاجة 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 عاطفية حاجة حاجة كما حاجة حاجة ما صرفش استجابة ما لكش فيها خير ما لكش فيها خير ما لكش فيها خير ما لكش فيها خير نمش لأسباب أخرى ما لكش هو ما حابش استجيبك لمصلحتك خطر يحبك خطر يعرف كان بشي استجيب لك يعني لا معاوك ما كان جايحبه ما حالوذي شكرة عسى أن تحب شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم ممكن ممكن هو حكيم ممكن مش يلعب مدم استجرب لك يعني مصلحتك فهمت يقول لك فما قولته قال لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع فهمت يعني ما تنجمش مع انت هدية أدلة على عدم وجود إله أنا مانش نشاكك فيك ولا حاجة وإنما نعطيك معانتها الردود متاع الناس يقولوا فأنت يعني أنا ملحد يعني كيفي كيفك لا ومن بإله شي طبيعي ولكن معانتها نقول لك يعني معانتها الأشياء اللي ذكرتها منها التناقض اللي موجود في القرآن والتناقض اللي موجود في السيرة أو في التاريخ وغيرها من الأمور ما تعتبر هاش يعني غير كاتيا لكي تغادر الإسلام يعني فهم أشياء أخرى أهم مثلا كثيرة جدا كثيرة جدا يعني معانتها موجودة في الإسلام أشياء معانتها كثيرة جدا كثيرا نخلي أنا ذلك معنا دليل قاطع على أن القرآن كتاب بشري مصنوع من كاتب الإنسان بشري ما فيش أعجاب هو ما فيش أزاز هو كأي كتاب آخر يعني مكتوب على حسب عصره يعني محمد في عصره مصنوع من كتاب يعني يعني تفضل مانيش تسمع فيك كامل محل كتاب أي كتاب نقرأ فيه رأي الأرض مسطحة ورأي الأرض تغرب في عين ورأي الكتاب الآن يعني يعني ما عاش حاش بيه نرميه نرميه في الزبلة يهو خطيه أخطاء سامحني سامحني هو القرآن هل هو كتاب علم؟ ما هو كتاب علم أما هو أخطاء تحدث على العلم واحد وواحدة عليش يحكي هو قاله حتى أحد أحكي أحكيه على العلم هو ديت خطاء ما فيش معناها معناها ما هوش إله هذا اللي يجيب القرآن ما هوش إله فحتى كان جاء إله ما يقولش ما العرض مسطحة ملكش قول مجازي 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 بش يقصد ليه دعمه بش يقصد ليه يعني هو تكلم على حسب مثلا أنت تكلمت على تغرب الشمس في عيني الحامئة من عرش أنت كان نبشيت للمغرب أنا نبشيت للمغرب وتوصل للمغرب خاصة على شواطع كبير أو الصويرة وتشوف الشمس تشوفها كأنها تغرب في عين حامئة بالحق يعني كأنه عغمة هابتة في مقلة تعزيت على خاطر الموخية الموخية بأمواجه الكبيرة يعمل كما الحفرات في الماء والشمس تشوف تغرب يعني بنظرة العين بنظرة العين تعمل كيف تضو على الماء وتعمل كيف الحفرات وتظهر الشمس كأنها تغرب كأنها تغربت لك يعني أنا شفتها بعيني فمت وقت مشيت للمغرب يعني على الشواطع الصويرة أو حتى على الشواطع أجادير خاصة أجادير الجنوب وتشوفها كأنها يعني هو وصف لحالة يعني شافها الشخص فمت؟ هنا فمش ما يتكلمش يعني القرآن لا لا المتكلم يعني ما هوش يقول ما عندها هي تغرب في عيني حامية وإنما قال يعني وجدها يعني هذي وصف ذو القرنين يعني كما نقول أنا أشرب رأى الشمس تغرب في عين حامية مش يعني أنا نقول إلي الشمس تغرب في عين حامية خطر بالأيك فاش تقول إنما كنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها هو وجدها ليس أنا تغرب في عين حامية ووجد عندها قوما قلنا يا ذو القرنين إما أن تعذب أو إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا إذن هوني هو يتكلم على إيسان ذو القرنين يعني هذه الآية بمسبلية أنا شخصيا معانتها معانتها أنا أنا عالم دينة يعني معانتها نفهم التفسير مش كما تفهم هو أنت خمتها خطر ما نفسر القرآن بغيره يعني نتقوى مقعده من النار أنا نشوف بعض المرحدين أو المرتدين على الإسلام يتكلمون على الإسلام بدون معرفة للقواعد استنباط الأحكام وقواعد التفسير خطر مش لعبرة خطر هذا علم علم كامل وعنده القواعد بتاعه مثل الجامش تجي تعرف حاجة وأنتي ما تعرشش القواعد بتاعها كثير من المرحدين والدينيين النقش معها نشوفهم على الفيسبوك أو حتى يعملوا فيديوهات ويتكلموا على القرآن بنقد خاطئ بنقد خاطئ يعني أنا هذه الآية ديما يقولوا لي كيفاشو تكلم عليها أنا قولوا ما نتكلمش عليها خطر أنا نعرف تفسيرها وطلعت على تفسيرها من القرب وما نشوفش فيها حتى تناقض فهمتا؟ يعني هي وصف لذول قررين وذول قررين ما هوش نبيه هو رجل صالح فهمتا؟ هو رجل صالح ليس ليس نبي فهمتا؟ ما هوش نبيه حتى الخذ الرجل صالح ما هوش نبيه رجل صالح ما هوش نبي فهمتا؟ يعني هنا حتى مسألة القصة اللي ذكرتها بتاع الخذر هديك القصة عندها مغزة ما تنجمش تتصوروا بالك فهمتا؟ أما مجازي فهمتا؟ أنا راني ما نشي نشكك فيك أما أنا حابي تنطلق يعني الإنسان عندما يطرق معتقد موروث فهمتا؟ لازم يكون على قواعد صحيحة مش مش حكاكة يعني فهمتا؟ عليش على خاطر كما تتركوش على قواعد صحيحة شنو بش تعيش بش تعيش تذذب أنت توقع مثلا كما نقول وحنا عوضت وهم بوهم يعني كنت تعيش في وهم ونقول لك أن الأديان كلها وهم فهمتا؟ ولكن نقتها ما لازمش يتعوض بوهم لازم يتعوض بحاجات ملموسة حاجات حقيقية حاجات واقيعية فهمتا؟ أنا معنتها ما حبيتش يعني الرجع عليك أما غير ما عطيتك فكرة حول المثلة يعني يعني لازم تتعوض أكثر أكثر في المثلة لأن مسلة مش سهلة فالإنسان الحاد هو إيمان فهم كثير يقول لك مثلا الحاد ليس إيمان فهمتا؟ معنتا؟ خاصة ما يسمى بالملحيين الماديين فهمتا؟ أنا ملحد ولكن ليس ملحد مادي فهمتا؟ أنا أؤمن بروح الكون أو ما يسمى بجوهر الكون وبالنسبة لي كل شيء في الكون حي فهمتا؟ ما هوش حاجة معنتها اعتباطية ولا أؤمن بالصدفة ولا أؤمن بعدة أشياء هذا معنتها وش هتظري طبعا؟ وكل إنسان في الدنيا هذي لازم يلقى الحاجة اللي يتناسبه هو شخصيا فهمتا؟ ومش مهم نؤمن بحاجة المهم إنه لنؤمن به ديما نحطه في إطار الشكل لكي ينطور أفكارنا لأن في الحقيقة الأفكار متعنا تتطور مع الوقت حتى لي نصل للإطمانان النفسي وما يسمى بالاستقرار النفسي غالينا نرجع الأشرف كشخص كإنسان كجوهر 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 هل تعتبر نفسك يعني كأشرف هل أنت سعيد بوجودك في هذه الدنيا أو في هذا الوطن اللي هي تونس اللي نسمع عليه كل مرة نحو معنتها كما نقول وإحنا الإنحضار تسمع فيها؟ نسمع فيك نعم على خاطر الكونيكسيون شوف فيها معنتها أخطت شوية عندك نعم أعطينا معنتها كيفاش عشت بعد الثورة في تونس؟ هل تشوف أمل في تونس في المستقبل؟ نعم حبيت عرفوش أنظرك أنت على خاطر أنت تعيش داخل البلد مش كيفيانا فهمت؟ حبيت نعرف وجهة نظرك من الداخل يعني من داخل الوطن كيفش تشوف تونس؟ هل تشوف تونس نحو تقدم، نحو تأخر، نحو انحطاط وغيرها من الأمور وحبيت ننسى لك سؤال آخر في نفس الوقت، هل أنت أعلنت خروجك من الإسلام؟ لا لا أحد يعلم لا لا لا، لماذا؟ لماذا؟ فكرة، فكرة في موقع ذلك، حبيت نحللها أكثر، حبيت نحكي معك أنت، نحكي معك، نحكي معك، نأخذ معلومات، هذا يرجعني، هذا يسلح لي، هذا يدين، هذا فكرة، فقرنت معنا جديد، في موضوع مثلي، في نقاش على الدين، من الاجتماعي موضوع جديد أعني، لم تسلحني أو إخطار عن طريقة؟ ليس سهل، ليس سيهال، ليس كنمي، ليس سيهال، ليس إسلام كثيرا، ليس حاجة سهل أنا بقيت عشرة سنين مش خرجت من الإسلام عشرة سنين من دين فترة الشك ومن فترة إعلان الخروج خطرته الحقيقة أنا أعتبر الإنسان الذي لا يعلم خروجه من الإسلام هو إنسان بس زال ما هوش مقتنع بس دائم خطر عندما الإنسان يحصل له الاقتناع الداخلي الاطمئنان الداخلي النفسي منظمش أي إنسان مهما كانت الظروف عندما يكون قلبه أو نقوله عقله أحسن يملك المعطيات القوية الذي تتركه فمتع يغادر الإسلام لا أتصوره يتردد لحظة في الإعلان عن خروجه من الإسلام فمتع يعني بالنسبة لي هذه مثلا مثلا مثلتي يقول لك نخاف على عائلتي ونخاف على كذلك كلها بالنسبة لي مبررات ليس لها أي أساس من الصحة على حسب وجهة نظري طبعا أنا ديما نتكلم يا أشرب على حسب وجهة نظري يمكن أن أصيله ويمكن أن أخطأ إذن حتى حد ما زال ما يعرف اللي أنت خرجت أو شككت أو بدأت ما يسمى بعملية كما يقول ابن رشد الشك طريق اليقين والشك لازم أن يتابع الإنسان إلى آخر رمق في حياته أنا الآن خرجت من الإسلام عندي عشرين سنة وما زلت أشك وما زلت أبحث وما زلت بعملتها بش نطور المعتقد بمتاعي بش نكون دائما مع الزمان والمكان اللي أنا فيه اللي يناسب شخصيتي حكينا على تونس وشنو وراي في تونس وكيفاش العيشة في تونس وهل تشوف اللي عندك أمل في تونس بيش تتبدل تونس فما أمل فما أمل فما تحسن تحسن الخير من قبل الخير من الفطرة الأولى جيش تنباع التفاورة فما تحسن نوعا ما هكذا نحس وهكذا في مجالات برشة حتى في مجال الاقتصادي فيه وما تحسن وما تحسن شوي خير من قبل ما يشف في التحسن بايت نجا بش تقول لي مثلا توا أنت ما كش تسرط ما كش تخطف صحيح ولا؟ يعني شير؟ يعني أنت تعبر على أفكارك صحيح ولا؟ مم شنو اللي يخليك يعني تخاف أنا حب نفهمها هذه مثلة الخوف من أنك تعبر على أفكارك بصوت عالي وبكل فرية يعني هل تعتبر حياتك في خطاعة عندما تعبر على أفكارك؟ بالطبع بالطبع أيوة وأنت شنو دخلك تتعبر على أفكارك؟ تعبر 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 في أي حاجة على الموردين نزول لك أيوة إلى متى واحد يقضي خاف بش يعبر على أفكارك؟ يعني تقول لي تونس تحسن سامحني يعني تحسن في مدالات اقتصادية أحكي لك ليس بينما ترى معناها يمكنش تطوى معناها تحقك تقرأ معناها معناها الدستور دون دولة عربية ومسلمة معناها الدين والإسلام معناها محني أشرب أول حاجة منذ الأول من التستور تونس عربية ومسلمة هذي والجديد يعني من أحد بورقيبة تونس عربية ومسلمة لك بيعاد بورقيبة وبيعاد السير أما توفعلها أكثر تو توتفعل الأكثر تتكلم يعني أنا أتذكر عام سبعة وتسعين وقتها علمت الحادي ما كانتش أعطى ردود الفعل قوية جداً فهمت؟ يعني عادي واحد يقول أنا ملحد أنا مانش مسلم أنا أي في العهد أذيك عادي عادي في العهد نقابل الثورة عادي أما توف صعبت أكثر بما أني مع تحركت النهضة والحركات الإسلامية كلها ناخذة أنا أخذت رطبة عادي توفة أي ونخليوها كيف نخافوا منها وما نقولوش ونقعدو في بابوشتنا ونخليوها تعمل اللي تحبي يعني ما نتكلموشة يعني كلنا نخافوا وما نتكلموشة نحن يتكلموشة نحن يتكلموشة نحن يتكلموشة ما أنت نواجهوا إنحضار بقعدة نشيت له تونس ونعبروا على أفكارنا بكل حرية شنية قيمة حياتك وأنت ليس حر أنا أنا شخصيا أفضل الموت على أن أعيش غير حر فهمت؟ يعني هذه مثلا ما أنت بالنسبة ليها منطقية فهمت؟ يعني خاصة مثلا الأشخاص مثلا أنت مثلا الأكلام اللي قلته ما في حد شيء يعني ماكس ما سبيتش ما أهنتش ما تعديتش نحن يتكلموشة نحن يتكلموشة نحن يتكلموشة ما هو من حقك أنت شك يعني ما جيتش تغير كما نقولو احنا قلت كلام جارح ولا تصرفت تصرف جارح لا أنت قلت وجهة نظر وعبرت عليها وقلت رأو هكا وهكا 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 بكل احترام وبكل مسؤولية يعني ما هو الداعي أن تخاف لكي تقول شيء منطقي وليس فيه أي تجرية ما هو؟ ما هو بشي قصورك رأسك؟ لا لا مش عصبوها ما تولي معناها لا يعني مش نفسلك بالضبط أه أنا نحب نفهم يعني هذه ما عندها مسألة قطعا أنا احنا تول العامة العامة العباد عندهم فكرة معينة بش نجي أنا مخالف معناها معناها ما تجيش معناها معناها منطقية ما تجيش بش تخالف بش تخالف بش تخالف بش تخالف عشرة ملايين ساكن سمحني سمحني يا أخي أشرف هناك العشرات بل المئات الملحدين في تونس ويقولوا إنهم ملحدين وما عندهم حتى مشكلة بش يعني شبك أنت تخاف الأخرين يقولوا عادي ومعروفين وعندهم جروبات وعندهم ويتلاقاوا في وفي بلايس ويتكلموا ويتكلموا عن نادي ويتكلموا عن فيسبوك ويتكلموا بوجهة ما تكلمنيش علينا أنا بهاي موجود لبرة الآن ايه تكلم عادي تكلم داخل تونس داخل تونس آآ بطبع يعني بطبع يعني معناها بطبع يعني معناها مش حتى على نخاف ولا نخاف منطعب يعني نحب نخلي لومبورس آآ معناها بيترايوس يعني منزلت منزلت الحكاية منزلتني ماش مش معناها معناها ما اخرجت ولا بش نعلم للحادي صحيح معناها بلا حتى معناها يتأكد كما كنت أحكي لي بكري يعني اه 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 مثل الحكاية ما هيش سهلة بالحق انا كان عندي أشهر بديت بديت لعندي الشكل بديت نقرة ونصالع ونرى ونثبت من الأحاديث ونثبت ونثبت ما هيش تحس روحك بعد ما بديت تشك مرحي كانت عندي رغبة كانت عندي رغبة نحب نوصل للحقيقة رغم اللي الحقيقة غير موجودة الحقيقة هي حقيقتك انتي فمش حقيقة يعني للناس الكل كل واحد عنده حقيقته الحاجة اللي ترتفه الحاجة اللي تخلق له توازن في الداخل بتاعه فمت كل واحد شنوه يلقى فمت اما بش تقول لي حقيقة حقيقتي ما هيش هي حقيقتك 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 مش هي حقيقتك كل إنسان لا حبت نعرف حقيقة حقيقة دين دين الإسلامي شنوه حبت نفهم حقيقة شنوه هاشكو دين صحيح هاشكو دين غرب لا هذي من ناحية انه دين صحيح شنوه تقصد دين صحيح يعني انه جامل عند الله وكذا لا هذا لا نقاش فيه هذا لا نقاش فيه بالنسبة لي بالنسبة لي لا نقاش فيه وغير منطقي أصلا وجود الإله أصلا فكرة خاطئة أصلا وجود الإله هو حلم إنساني الذي خلق الله هو الإنسان الذي خلق الرب شنوه ألا شنوه تقصد ديني الأسباب اللي كيفاش معناها كيفاش معتوصلت مش تفهم اللي مفهمة ماش إليه أصلا مثلا الأسباب أنا ذكرها بالفيديوات المتاعي ومزد بش نكمل في الفيديوات المتاعي حول تاريخ المعتقد لو اتبعت الفيديوات حول تاريخ المعتقد تاريخ المعتقد الأسباب من فتراته من فترات التطور متاعه عندما حصل له الوعي الوعي بالكون وبالوجود وبوجوده وجد نفسه ضعيف وجد نفسه ضعيف لمواجهة كل هذه المشاكل كل هذه الحيوانات المبترسة تعرف إن الإنسان يعني النجم يقوله هو الحيوان الوحيد الذي ليس له معنى حماية يعني تلقى الحيوانات عندها المغافر عندها الأنياب عندها القوة البدنية قوة كل شيء الإنسان حاجة واحدة عنده الوعي الوعي هذاك علش الإنسان التجأ إلى المغارات لكي يحمي نفسه ففي تلك الفترة الإنسان تكونت فكرة فكرة ما يسمى الإله عندما لجأ الإنسان إلى المغارة وخاصة عند ظهور النار وهناك بدأ الإنسان يتخيل ويتصور ووجد في فترة إن الكوني خالق فكرة ترتحه نفسيا أنت هي مسألة نفسية فقط مثل مثلا تجي مثلا وليت صغير تقول له بابا نوال بشي يجيب لك كادو وكانت قعد رايض وكذا فمن بعد الفكرة كانت في الأول من أجل راحة الإنسان في الأولة ثم تم استغلالها سياسيا واستعمالها سياسيا وتم يعني تطور هذه الفكرة لو ننظر إلى فكرة الله عبر التاريخ نلقاها تطورت إلى اليوم وهي تتطور فنت فكرة الله كمان نبعى من الوعي الإنساني إذن المنطق المنطق الشقول المنطق مع أنت مستحيل يكون هناك إله لماذا؟ لأن هذا الإله مع أنت أبسط المناطق هما كثير مناطق فلسفية هل هذا الإله أوجد الكون داخل ذاته أم خارج ذاته؟ سؤال يطرح فلسفي لو أوجد خارج ذاته إذن هو ليس إله لأن هناك خارج عن ذاته لأن فكرة الإله والرب هو الكلي الكلي إذن هنا نطرح السؤال الثاني إذن المنطق يقول أن الكون لا يمكن أن يكون إلا داخل الذات الإلهية وهنا تحل المشكل لأن يصبح الكون هو الإله وهنا فكرة تسمى وحدة الوجود الذي موجودة عند الديانات البيدية والعنصية والسوفية يعني في الحقيقة فكرة الله هو أو فكرة الرب أفضل استعمل فكرة الرب لأن الله هو رب العرب فكرة الرب يعني هي في الحقيقة وعي الكون جوهر الكون الذي تصورها الإنسان على شكل في العرش كما يقول أحد السوفيين لو تخيلت بقرة الله لتخيلت له قرنان فمتل وراه قالت الجنم عبي أبل حشيش وجهنم جزارة نعم 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 هذا المنطق الإنساني فمتل المنطق الإنساني إذن فكرة الله لا يمكن لا يمكن أن نحن نعيش داخل منظومة وهذه المنظومة الكونية اللي موجودين فيها هي منظومة عندها قوانين وعندها أنظمة وما هيش معروفها مسألة اعتباطية كل شي موجود في الكون له وجود فعلي فهو له تأثير سواء ما حوله سواء هو خلاصة الكون فمتل يعني أخذ الكون على أساس شي مادي بحث يعني هذاك عليش أنا قلت لك يعني مسألة الحقيقة مسألة الحقيقة هي مثل الحب ما تنجمش أنا أحب اللي تحب أنت يمكن أن أنت واحدة تشوفه تحبه وأنا ما أحبوش نعم طبعا يعني مسألة شخصية مسألة شخصية هو مثل الحب مسألة الإيمان والمعتقد والحب ما يسمى هذه ما يسمى بالمشاعر الحسية هذه المشاعر الحسية هذه مشاعر لا تخضع لقانون مثلا نضرب لك مثال بسيط وننظر بديم هذا المثال يعني لو اختلفنا هل كبر البيت أربعة متر مربع أم خمسة متر مربع يمكن أن نجد حل يمكن أن نقيس البيت ونتأكد الهوة خمس متر مربع أو أربعة متر مربع صحيح أم لا نعم هذه حقيقة هذه حقيقة هذه حقيقة هذه حقيقة كلية حقيقة علمية علمية ما يختلفش عليها فيها قياس ما يختلف عنها قياس التاجر أما مثلا أنت تجي تقول لي في البيت هذه موجود أرواح وأنا نقول لك غير موجود أرواح هذه لا تقع للحس هذا حسب المعتقد نعم وأنا مثلا أنت تقول لي هذه الطفلة جميلة وأنا نقول لك لا ما هي جميلة مش يعني إنها ما هي جميلة لا كما تقول عبلة يعني أنظروا إلى قياس بعينين نيلة كل واحد عنده نظرة نظرة للوجود والكون الإنسان يجد 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 موقعه في هذا الكون في وجوده الكوني يعني يلقى البلاسة متاعه هو كإنسان كفريد من نوعه هذه مسألة جدا مهمة أما مسألة أنت قتلي مع أنتها أنا بطبعي مع أنتها متردد وكل شيء وحتى الإنسان متردد ليس هناك أي مانة أن يعبر على أفكاره ويتطور فأنت يعني أنا مثلا وقت الشاكيت ليس كتت زادة قلت حتى لنا نتأكد لا ماذا؟ رأي أنا تنقص علي أه نعبر أنه عندي أصدقاء معينين نحكي معهم ولو أنا مهمة معناه كمسلمين معناه نسلوا وكل شيء معناه أما نحكي معهم عادي معناه معناه أصدقاء مش أه أم 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 ما عمليش بش نجيه بش نحكي ما في قناة ما ما أنا ما عمديش رأي مانا بش نحكي وانا بش نحن نشل خبر وانا ما عمني ولا بش نعمل دعاية ما عمني ما عمديش رأي مانا نحكي مع أصدقائي معناه مش مش دعاية في الانطورات الخامة يا يا أيش دعاية شوف ت speechless هذا الحديث هو يقاع بينك هذا هذا الحديث يمكن يساعد الكثيرين يمكن أن يساعد الكثيرين أن يفكر ما لازم نش نكتفيه و ما لازم نكونوا أنانيين و نقول لا أنا ما حabe ش نمهر، أنا ما حب كدا، أنا ما حبش نحكي أنا ما حبش كدا، أنا ما حابش كدا لا يتبعك تحكي و يجب الاخر يحكي أنا علاش مثلا نعمل للقناةiller Duo ص Savage أنا نعمل الفيديوية متاعي ولكن في نفس الوقت نحب التونسي التزيري المغربي الشرقي الخليجي أي إنسان متكلم يعني باللغة العربية بين قوسين يعني الدارجة المفهومة في ما يسمى العالم المتكلم باللغة العربية أن يكتشف تجارب الآخرين نحن في فترة من الفترات أشرف يعني حتى واحد تلقى جارك يحمل نفس أفكارك وما تعرفوش تسخيبك أنت تفكر وحدك هذه ليس صحيح لأن التجارب متكررة المشكلة التي عنا في تونس أو في شمال إفريقيا أو في بين قوسين العالم الإسلامي المشكلة أننا نخاف نخاف من التعبير منحبش نعبر منحبش نعبر إذن الوحيد الذي لا يخاف من التعبير هم المسلمين يعبرون رغم اللي هم يعني هم هم مش منتصرين علينا أو منتصرين مسيطرين على العالم بين قوسين الإسلامي لأنهم على حق وإنما لأنهم يتكلمون ويعبرون ويوصلون صوتهم بينما أحنا سكتين وهذه منظومة كونية كونية أعمل تلقى اتكلم يوصل فكرة ما تتكلمش ما يوصلش فكرة لن يقاش فيها هذا ينطبق على الجميع تؤمن بالله تؤمن بالبوضة تؤمن بالمسيح ما تعرش السباحة تغرق هذا قانون طبيعي منظومة فهمت منظومة كونية وعليش نرجع للآية اتبع سببه اتبع سببه ما اتبعش سبب ما توصلش اي والشكم تيئك حتى حتى ولو يعني الفيديو هذي يعني تساعد كثيرين على فهم ياسر أشياء تساعدين وانتي بحد ذاتك وانتي بحد ذاتك سمعت فيديوهات أخرى بتاع أشخاص خرين والفت انتباهك حاجات انتي كنت تفكر فيهم وما معنتها وما معنتها تسخيب روحك وحدك تيمة قطل الفيديو التي تكلمت فيها على المثلية الجنسية قطل عندك بعض الملاحظات حول هذه الفيديو تفضل خلنا عرف ما هو الملاحظات التالي ملاحظة أن نحن في السيقنس ذيكا نسمع في واحد يحكي هو سيتي عن أمور سكسيال هو في حديث حسيت أن أمسك بك شوية ومعطاش المعلومة صحيحة من نفسك قطل الفيديو ولكن لا يوجد المثلية الجنسية هنا معنى أنها تكون ثقل يكون نفسك محظة في محظة لا يوجد أنها تكون ثقل ثقل لكن أنها تكون ثقل اشتركوا في القناة اللي قلتها بالفرنسية يقول أشرف إن العلاقة بين الجنس نفس الجنس سوى رجل نحو الرجل أو امرأة نحو امرأة ليس في الأول جنسية وإنما قبل أن تكون جنسية فهي في الأول عاطفية والجنس يأتي في مرحلة والجنس يأتي في مرحلة لاحقة نظر أن ترجمت اللي قلتها بالطبع صحيح هذا كلمي بالطبع هذا هي المراهزة حبيت للاحظة خطر بش يسر الناس يغلطوا في بالهم اللي ماشي في بالهم معناها يعتقدون أن المثلية الجنسية تعني ممارسة الجنس أو الشذور الجنسي حتى معناها في التسمية أنتها هيسمى شذور جنسي ما نشفهم عليش مثلاً ما سموهاش أنا شذور عاطفي خطر هي علاقة عاطفية قبل أن تكون علاقة جنسية بالفعل بالفعل ملاحظة جداً ذكية ومهمة جداً خطر أنا أنا بحكم كانوا عندي أصدقاء أصدقاء معناها معناها ببتشفت عندهم معناها المثلية الجنسية يحكي معايا يحكي معايا صديق يحكيلي على صاحب اللي مثلاً راني اللي هو يحكيلي اللي هو اللي هو يحب شخص معاين بستاذه ولا ما نعرش شاناً محبة محبة عادية كما من أمرأة تحب رجل أو رجل يحب أمرأة أو أمرأة ذاكية معناها محبة 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 معناها أحساس الحب معناها مش لغرض الماء الجنس وإلا معناها لغرض ماتي لأ آآ معناها لغرض عاطفي معناها نحسه كي آآ كي وقلي يعمل علاقة مع الشخص اللي كان يحبه آآ يولي معناها حتى معناها نفسياً آآ يحس راح وآآ آآ آآ معتا آآ آآ معتا آآ مرتاح 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 يحسن مرتاح يحسن مرتاح بالفعل آآ 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 ما يسمى العلاقة الجنسية لازم يكون هناك رغبة لو لم يكن هناك رغبة مستحيل تكون هناك علاقة الجنسية طبعاً مراحبة جداً ممتازة آآ أخي أشرف أحنا الآن مرت ساعة على آآ الفيديو والوقت طوال فمت يعني الوقت مرت بسرعة فمت آآ 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 المهم آآ المهم اللي انتي الآن يعني وقتها أصبحت تُفكر تحس روحك خير من اللي كنت تتبع آآ مرتم ونفكر 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 أما أحسن تفسياً طبعاً خير حتى ولو أني ولو أني معناها إلى حتى الآن لم أعمل معناها لم أعمل إلى الحادي لكني ما زلت وابحث وفكر معناها محس روحي معتا موجود معتا بالضبط انا وفكر انا موجود شي طبيعي حتى ولو اني مزلت ولمقعد الحادي مزلت منيش ملحد مئة في المئة معناها مزلت ابحث كما قدت انت ذكري وقت عليك الايات كذا معناها تطالب بحث طويل معناها الحكاية مايش سهلة مايش سهلة مايش سهلة ولي هذا سبب سوي راجع نفسي معناها معتا النتيجة شنو معناها سأعلم للحادي وإلا لا مايش سهلة مايش سهلة مش ضروري مش ضروري المهم انك تتكلم بكل حرية بدون خوف يعني شكوكك لان عملية شكوكك لازمك يستفيد منها الاخرين مثل هذه الفيديو يعني سوف تفيد كثير بش يفكر فهمتك؟ مش تفيد كثير بش يفكر وكل واحد يتكلم ويعبر وأنا أقول لكم يعني اتصلوا اتصلوا وتكلموا بكل حرية مش لازم تقول أنا ملحد ولا مش ملحد ولا شنو معتقد يا سيدي يدخلوا في نقاشات حتى المسلمين أنا أعزم المسلمين المسلمين انهم يجيوا يدافعوا على المعتقد متاحهم أنا مش الهدف يعني الهدف انتاعي مهوش مهوش مثلا ان هالملحدين فقط يتكلمون وإنما أنا الهم انتاعي ان الناس الكل تتكلم الناس الكل تتكلم وتعبر بلكش مع انت كل واحد يلقى الراحة بتاعه لأن الحرية هي الميزة الأساسية للإنسان أنا ما نتصورش روحي ما نتصورش روحي نعيش نهار ما نيش حر في تفكيري على الأقل صحيح ما نيش حر في حياتي اليومية مرتبط بالمجتمع مرتبط بالعمل مرتبط بعشرين ألف حاجة وحاجة الآن أنا في عطلة مدة أسبوعين ذاك علاش يعني مرتاح شوية ومهتم يعني شوية نفسي بش نعمل ياسر حاجات مع انت خاصة ما عملتهمش وقت الشغل ولكن مع انت الحرية هي الفكرية هي مسألة مهمة والحرية الفكرية يجب أن نعبر عليها بدون خوف شنو تعطي نصيحة أخي أشرط إلى قد الشباب اللي يسمعوا فيك والشابات طبعا النصيحة النصيحة الأولى والأخيرة هي اعتماد العقل ضد النقل نعم يعتمد عقلك السلام على من يعتمد عقلك السلام على من اتبع العقل ونبض النقل وفك هذه هي القاعدة متاعي هذه هي القاعدة إذا أنا شنو باش ننصح الإنسان يعتمد عقله وذلك مش لازم يجيه تواع سيبون أنا أنا تواعي على أنتو إلحادي وسأكون موضعي لا 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 ما وش هذاي ما وش هذاي معت الغراث الغراث متاعي أنا الإنسان يفكر كيفي كيما أنا نفكر ينقض هذه علاش هذه لا هذه نقض وتفكير ونقاش هذا نقاش هذا مش مش معناها بالسيف والقتال ونقاش الحرب فكرية يا أخي عشرة أنا اللحظ وده ما يش ما يش حرب فكرية أصلاً هي نقاش نقاش مش نوطه إلى نتيجة لكن نجم تقول حرب فكرية بمفهوم أنه صراع أفكار فأنت مش بمفهوم يعني خصام فأنت خاطر عندما والله أنا ما نحبش أنا والله ما نحبش نسميها صراع أفكار أو حرب أفكار لأنه كي بش نحكو هكا بش معناها بمنطق صراع معناها تم واحد يقول نعم واحد يقول لا معنا نحب ونمشو في اتجاه واحد في اتجاه نقاش في اتجاه تفيدني ومفيدك كان أنا راد تصلح لي كان أنت راد تصلح لك مش نوصله في الأخير في الأخير نوصله إلى نتيجة لا بالعكس هنا أنا مختلفة معاك أشرف لأن الهدف بتاع النقاش ليس أن نصل إلى نتيجة الهدف بتاع النقاش هو أن نعرف فكر الآخر يعني بالعكس عندما يكون أنا نقول لا وأنت تقول نعم وأنا نعرف أنت علاش قلت نعم وأنت تعرف علاش أنا قلت لا هنا تكون الاستفادة يعني مش بالضرورة مش بالضرورة مش بالضرورة أن ينقرعك بفكرتي ولا تقنعني بفكرتك مش ضروري 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 هو نقصد هل هي الشهور نقصد؟ هاي هذا هو الشهور تقصد المهم يعني المهم انه نفهموا بعضنا نعم نكرهوا بعضنا على خاطر ما نفهموش طيوى المسلمين يكرهوا الملحدين أو الادينيين يعني خاطر ما هوقش فاهمينهم ما يخليهمش يتكلموا مظفت يسمعوهم فلهمهم ما يحبوش يفهموا ميحبوش يسمعوا أصلا ما يحبوش يسمعوا ما يحبوش لاي اصلا وانا نقول لهم ونقول لهم قاتلش مرة يتسلوا بي ايا وكل شي واكلهم يا سيدي يجى اعملوا فيديوهات ماكم تحبوا الحرية وتحبوا الواحد يجاب تكلموا وريني اسلامك اقنعني وريني وجهة نظرك حتى متقنعنيش وريني وجهة نظرك علاش انت... يعني يمكن يمكن المنطقة بتاعك يوصلك الاسلام وريني كيفاش المنطقة بتاعك وصلك الاسلام على الاقل.. على الاقل.. المنطق ليس المنطق كل إنسان عنده المنطق متاعه الإسلام بيده بحد ذاته يعتمد على المنطق المسيحية تعتمد على المنطق هو تسلسل الفلسفة أنتي درست الفلسفة الفلسفة شنية هي تنطلق من افتراض وتعمل تسلسل منطقي بيش توصل النتيجة هذه هي الفلسفة والنجم انتبقوها على أي شيء هذا هو مع أنت نحب نفهم من التسلسل المنطقي تحكي فاش أوصلك لمسيحية كيفاش أوصلك للإسلام مش وجدنا أباؤنا على ملة وإننا على أثانهم تابعين هذا هو الحطاء التبعية هي الخطاء القرآن يقول عليهم أولئك أظل السبيل يعني التبعية هنا بيده القرآن يسيبهم فهمتك الإنسان اللي يلققوه مسلم ولي مسلم القرآن بيده يسيبه يقول وأولئك هم بيده يسيب كام إذاً تنواننا على أثانهم تابعين إذاً إذن هذه هي المسلة التبعية هي الخائبة لازمك تفكر تخدم أخبك وتثبت وجودك كإنسان كموجود مش جايل الدنيا هذي بيش تتبع بكم وكم بقضي تموت وتعدينوا هذي عيشة هذي هذي كيب كيب الغنم كيب قطيع المهم أشرف أتشرف بمعرفتك وبالنقاش شكرا شكرا ونتمنى أن آخرين يعني يعني يطلبوا بشي يعملوا مقابلات وإن كانوا مسلمين أو على ديانات أخرى مهما كانت رغم أني أنا لديني وملحد ومعنتها عندي موقف من الدين بحد ذاته ولكن لا يمنع أني أناقش مع الجميع أهلا وسهلا بيك ومع فيديو قادم وبسلام عشرة شكرا وبسلامة للجميع ومع فيديو قادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر